في وضع عربي مليء بالانتكاسات انعقدت القمة الاقتصادية العربية في بيروت وسط حالة من الانقسامات السياسية التي اثرت سلبا على مسار القمة حيث خيمت ملفات الصراع مع ايران والحرب في اليمن على طاولات النقاش وكلمات القمة وهناك الملايين من الاطفال والنساء الذين يكابدون مشقات المرض ويحتاجون الى التطبيب والدواء قبل ان تفتك بهم الامراض البائية التي كانت قد غادرت بلدي لعقود من الزمن حتى جاء هذا الانقلاب الغاشم لوطنها من جديد الحكومة عرضت في جلاسات القمة الوضع الكارثي لليمن والذي وفق كلمة وزير التجارة والصناعة محمد الميتمي جعل 22 مليون من اصل 29 لا يحصلون على الامن الغذائي 12 منهم مهددون بالمجاعة وثلاثة ملائين ونصف في خانة التشرد واكثر من نصف مليون في دائرة اللجو في الوقت الذي انكمش فيه الناتج المحلي لليمن بحسب وزير التجارة الى اكثر من نصف قيمته حيث ادت الحرب الدائرة منذ سنوات الى جعل اكثر من 80% من قوة العمل بلا دخل ولا عمل ورغم هذا الوضع الكارثي الذي تعيشه اليمن الا انها بدت يتيمة في قمة العرب حيث اكتفت الحكومة بتقديم مشروع قرار في جدول اعمال القمة التنموية يطالب بدعم اعمار اليمن وتنميتها بدل صياغة حلول عاجلة تضمن انقاذ الملائين المهددين بالجوع والتشرد اشتركوا في القناة